على أقل الموسم ده اللي يهمني بس توفيق أنتوني مودس مع نادي الأهلي لو دخل في العجلة أو العجلة معاه دارت بسرعة وسجل في مباراة واثنين أنا بشوف أنه هيبقى واحد من أهم الصفقات اللي جات لنادي الأهلي على مدارة العشر السنين الأخيرة وممكن تحطه في خانة مهاجمين كتير جدا نجحة وزي إيفونا إيفونا ما عادش معاه كتير لكنه ساب أثر كبير جدا ونجح زي فلافيو زي فليكس وأنتوني مودس قدر كمان إنه هو يروح لبيت خلينا نروح لزماننا محمد توفيق من السعودية رجع لنا مرة تانية يا محمد مساء الخير مساء الخير زميل عزيزة أحمد تحاتي لك وكل مشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا بيك يا محمد طمنا كده من لحظة الوصول مبارح أخبار بعثة النادي الأهلي إيه الأجواء عندك إيه في الطائف وخصوصا الدنيا عندنا أو الجو عندنا في مصر يمكن يكون اتغير في الـ 24 أو 48 ساعة الأخيرة الأجواء في مدينة الطائف عاملة إزاي وإزاي كان استقبال بعثة النادي الأهلي كنا عايز أقول لك يا أحمد أجواء أكثر من رأي هنا في مدينة الطائف مدينة بتمتاز بعامل كتيرة جدا جغرافية وطبيعية ربنا حابها بيها دم خليها جواء مختلف تماما عن باقي المملكة العربية السعودية يمكن الطائف اشتهرت قديما أنها كانت مصيف لكل أهل المملكة طبعا الارتفاحها عن مستوى سطح البحر يمكن دم خلي الجو هنا رطيب جدا يمكن كمان الطائف استقبالتنا مبارح بأمطار خفيفة يمكن ده طبعا أسعد كمان للأشقاء هنا في السعودية سقوط الأمطار ينتعب دائما بيعنى لهم الخير كان سقوط الأمطار مع وصول باسة النادي الأهلي وإن شاء الله النادي الأهلي كمان يحصد الخير هنا في مدينة الطائف وتبقى بداية قوية الموسم قوي جدا وبطولة مهمة جدا يحمد قرية ورسمية ونوصل إن شاء الله للرقم 9 في بطولة السوبر الأفريق ويبقى النادي الأهلي دائما متربع في كل البطولات الأفريقية دورة أبطال أفريقية 11 لقب ونوصل كمان للتاسع في بطولة السوبر يمكن الفريق على طول عقب الاستقبال الرائع من الجانب السعودي هنا في مدينة الطائف وصلنا فندق الإقامة يمكن أكيد طبعا شفت اللقاطات على شارة قناة النادي الأهلي ممكن استقبال ولا أروع وحفاوة جمهيري النادي الأهلي كمان اللي كانت استقبطة النادي الأهلي بشكل أكثر مرة كمان كانت مهدة حاجات كبيرة جدا لاستقبال البعث ولكن طبعا الجانب السعودي هنا فضل عدم إقامة تجمعات لتوفير الراحة والأمان للجمهور من ناحية وكمان الراحة للبعثة من الجانب الآخر على طول البعثة كلها خلط للراحة مبكرة عشان يبدأها أول أيامنا هنا في مدينة الطائف ممكن على طول 11 الصبح الفريق تناول وجبة الإفطار كابتن خالد بيبو والجهاز الإيداني بالتفقد ومدينة الملك فهد الرياضية عشان يطمنوا على كل استعدادات في ملعب التدريب وكل الحاجات اللي الفريق محتاجها كجهاز فني ولعبين من التسهيلات في ملعب التدريب الحمد لله كل شيء يسير بشكل أكثر من رائع بعد كده كان مستر المرسل كورر كان حريص على إجراء محاضرة للعبين في تمام السلسة والنصف بعدها على طول كانت وجبة الغداء وبعدها على طول كمان تم تنظيم يعني زي جلس التصوير كده للاتحاد الأفريقي خاصة بين مباراة الصوبة للأفريقي ما بين النادي الأهلي والتحاد العاصمة الجزائري في هذه الأثناء اللي أنا بكلمك فيها يمكن جانب من الجهاز الفني وعدد منهم سبقنا لملعب التدريب الملعب الفرعي لمدينة الملك فهد الرياضية هنا بالطائف علشان تجهيز ملعب التدريب تأهبا لوصول فريق النادي الأهلي بإذن الله رب العالمين اللي هيبدأ أولى حصة صوء التدريبية هنا في مدينة الطائف في تمام السامنة مساء بعد التدريب بإذن الله رب العالمين كمان هيكون فيه لقاءات لبعض اللعبين من فريق النادي الأهلي كتقليد والبرتوكول بتاع بطولة كاس السوبر للأفريقي ومن بعدها هيعود الجامعة هنا لفندق دقامة لتناول رجبة العشاء بإذن الله في العشرة والنصف ومن بعدها إن شاء الله بقى الجامعة يخرج للروحة عشان اليوم الأخير بقى والأداد للموراة بالنسبة طبعا طبعا أنت تتكلم على ويندو دقيقة أو يعني نافذة دقيقة جدا لاستعداد لبطولة ومباراة مهمة زي مباراة سوبر إفريقيا تمانية واربعين ساعة هي الفترة المتاحة قدام الجهاز للتحديد للمباراة لكن خلينا نتمن كل العادة الأهلي جاهزة محمد بما فيهم طبعا اللي كانوا بيشاركوا مع متخبات الحمد لله رب العالمين الحمد لله 21 لاب سافروا معنا من القاهرة بالأمس يا أحمد كلهم في حالة أكثر من رائعة يمكن نستر مارسل كولر فضلا يستحب معه اللعابين الجهازين بنسبة 100% من الناحية البدنية وكمان الناحية الفنية يمكن بعض اللعابين اللي تم استمع لهم طبعا لأنهم ما بخلوش لسه فيه فورمت المباراة بعد عضواتهم من إصابات عالم معلول لحق بالباسة صباح اليوم ومن شاء الله بكبرسيتاو كمان هيكون موجود معنا كل الجميع يمكن حتى أنت يعني أبرز المنضمين أو آخر المنضمين لبعث الفريق النادي الأهلي أنتو مودلس يمكن تدخل على طول بشكل كبير جدا يا أحمد مع الفريق كنت سامعك في الإنترو بتاعك بتتكلم عن لو دخل بسرعة في الفريق هيكون ليه تأثير هو بالفعل خلاص تدعبت النادي الأهلي انت عافل لعابة كبار أي عضو بينضم ليه الفريق بشكل جديد خلاص هو يوم وليلا بيكون خلاص واحد من أعضاء الفريق وزي ما احنا شايفين دايما أن النادي الأهلي حاضر لكل أبناء وليك يوم ليك سنة ليك عشرة انت خلاص بتخش جوه المنظومة جوه مبادئ وقيم النادي الأهلي والأسس اللي بيلعب عليها أي لعب داخل النادي الأهلي فما تقلقش من ناحية دي إن شاء الله رب العالمين يتبقى فقط توفيق ربنا وهتشوف إن شاء الله مستوى أكثر من رائعا مش بس من مودس ولكن من كل اللعبين الموجودين في فريق نادي الأهلي على مدار الموسم بإذن الله رب العالمين بكرة كمان يحصل يبقى يوم حافل جدا أخر يوم هيبقى المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني للفريقين وكمان نادي الأهلي يختتم إسألات المباراة على نفس ملعب المباراة بإذن الله رب العالمين فيه تمام التسعى بالتدريب الأخير طب محمد خلينا أسألك بس أستغل فرصة وجودك معنا أعايز أسألك على متابعة المباراة واحد من حيث الحضور الجماهيري ترح التذكر مباراة ولا لا أي إمكانية أن الجمهور اللي عايز يحضر المباراة إزاي ممكن يحصل على تذكرة هل الموضوع أونلاين ولا فيه منافس بيع عندكم في السعودية دي نمر واحد نمر اتنين من حس المتابعة هنا أو الملايين بقى اللي موجودين يعني وراء الشاشات وعايزين يتابعوا المباراة هل تم الإعلان عن القنوات النقلة للمباراة بشكل نهائي لأنه كان فيه كلام في القصة دي وقصة تحدي الأفريقي وتعاقده مع إحدى القنوات اللي كانت يعني بتحصل بشكل حصري على نقل بطولاته هل فيه جديد في قصة الباس التليفزيوني ولا لا خلينا نتكلم أولا يا أحمد يعني فيه جزئية الجمهوري ممكن جمهورنا دي الأهلك عادتوا بيعمل ملحمة كل يوم وكل بطولة ممكن التذاكر تم طرحها طبعا يكترين عبر إحدى المنصات هنا اللي يعني من خلالها بيتم طرح التذاكر داخل مملكة العبارة السعودية عاز أقول لك أن التذاكر نزلت الساعة واحدة الساعة واحدة وسبع دقائق دورا من أربعة أيام التذاكر خلصت يعني سبع دقائق بس كانت كفيرة أن كل تذاكر المباراة نفذت عشرين ألف تذكرة ساعة استاذ الملك فهد أو استاذ المدينة الرضاية الملك فهد هنا في الطائف نفذت في سبع دقائق فقط يعني أنت متخيل حجم شعبية وجمهورية النادي الأهلي مش بس في مصر لقد تتكلم في كل الدولة العربية وحتى في أوروبية يمكن شفنا في معسكة الفريف النمسي أحمد مجرد مباراة ودية كان الحضور قد إيه طبعا هنا في مدينة الطائف فيه شغف كبير جدا بمشاهدة النادي الأهلي ويمكن الجانب السعودي هنا كان حريص النادي الأهلي يكون موجود في مدينة الطائف للترويج لها نادي كبير بحجم النادي الأهلي أعتقد هيعمل راوك كبير جدا يمكن شفنا البطوعة بيكة بطوكهم ولكن طبعا شعبية النادي الأهلي في حتة تانية على مستوى أفريقيا والوطن العربي والشرق الأوسط الناحية بقى النقل التلفزيوني ممكن أحمد لسه فيها كلام انت عارف ان الاتحادة أفريقية كان بيهدد بفصخ تعاقدهم مع الشركة المتعقدة بعدين رجع تاني المباراة تزع عليها كمان الشركة التانية المنافسة لها كانت أحدى الشركات السعودية فلسه إلى الآن يعني إزاعة المباراة لم يتم حسمها مع الاتحادة الأفريقية ولكن بإذن الله رب العالمين هتكون متاحة سواء كده أو كده جمهور النادي الأهلي في كل مكان هيتباحها وجمهور النادي الأهلي هنا كمان في المملكة عباس سعودية من خلال ربطة مشجعين النادي الأهلي بالسعودية عملي مفاجآت كتيرة جدا إن شاء الله نستمتع بيها في المباراة وكمان نستمتع بأداء فن أكثر من رائع خلال تسعين ديها يتوج إن شاء الله بقولة بطولات الموسم وبطولة السوبر التاسع بإذن الله رب العالمين إن شاء الله بسكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد توفيق دي كانت أخبار الفريق في السعودية وفي الطائف على وجه التحديد لحظة بلحظة هنكون معاكم وخلونا قبل ما نفتح ملف الأهلي واتحاد العاصمة نروح لفاصل نستقبل بعده أنتوني أوليفيرا مدرب حراس مار ماليل هنتكلم معه على الكرة الفرنسية طبعا بشكل عام وتجربة لعبين المصريين المحترفين بشكل خاص ونستقبل كمان بلاي المحسن وأحمد مصطفى محلين الكرة العالمية يكونوا تجوفنا في السادسة لكن بعد الفاصل